أستاذ مجدي تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور أهلا وسلام أستاذ مجدي إزاي حضرتك الحمد لله نعمة وفضل أنا أسأل حضرتك تفضل اللي مخلف ألبع بنات ومعلمهم ويكونوا حجاباً إن شاء الله له من النار إن شاء الله لهم إيه يكونوا حجاباً له من النار إن شاء الله آه آه يا دكتور أنا أنا الوقت الضيئة أعمل إيه أنا كنت الأول الأمور متيفسرة آه طيب أقول لك ثلاث حاجات حجمك دي يساعدوك على فك الدين أول حاجة حجمك دي إن أنت لازم تبص أنت قادل توسع مورتك إزاي قادل تشتغل معك إرشين تعمل بيهم حاجة تدري عليك ربح معك حاجة تروح تشتري بيها حاجة وتدري عليك مال ده أمر مهم جداً اللي هو مسألة إيه؟ إدارة المال وأنا عايز أقول لكم إن إدارة المال أصعب كتير من اكتساب المال ويمكن في كتير من الأحيين أنا بشوف الناس فشلها مش في إن هي تكتسب المال فشلها في إن هي تدير المال فأنت حجمك دي مهم جداً 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 تشوف أنت تقدر توسع مورتك إزاي وإزاي تقدر تديرها هادي أول حاجة تاني حاجة لازم تفكر مع أولادك مع أسرتك إزاي تديروا المرحلة دي وتخليهم مشاركين ليك ما تعملش الكلام ده من نفسك كده لوحدك لازم يكونوا هما مشاركين ليك لإن ده بيخفف الضغط على الكل لإن ساعتها يادوا الله فوق الجماعة ويادوا الله مع الجماعة ويتعاونوا على البر واتقوا فاكتامعوا مع بعض آخر حاجة أنت في الديئة اللي زي دي محتاج تدعو الله سبحانه وتعالى بما يورد عليك اللطف ويا سلام لو قلت يا لطيف 129 مرة كل يوم كل ده إن شاء الله يكون باب من أبواب إن ربنا سبحانه وتعالى يوسر وإن شاء الله يفك الكرب ويوسع عليك حج مجد